نعم للفقير نعم نعم للفقير أنصف التاجر ليعيش الفقير لفتات تنبئ عن وقوع التجارة ضحية للسياسات الحكومية الخاطئة الأمر الذي ينعكس سلبا على حياة الناس البسطاء نهاية الأمر فسيول الفساد باتت تحاصر المواطن العراقي من كل ناحية وكان آخرها الضرائب الجديدة المرتفعة والتعريف الجمركية التي فرضتها الحكومة على السلع والمواد المستوردة مو تعريفة هي وإنما حرامية دا يريدون لقفون فلوس الشعب بينما هسا الاستيراد التي تأخذ لك أكبر رقية أكبر طماطع أكبر شسمة كلها بخمسمية وبلف دينار مين عندنا زراعة هنا؟ ما تقول لهم عندنا زراعة؟ عندنا زراعة؟ عندنا ماء؟ عندنا كهرباء؟ كل شيء مستورد في العراق حتى أبسط السلع ما يعني حلول كارثة معيشية جديدة على العراقيين في ظل انخفاض مستوى الدخل وارتفاع نسب البطالة وانتشار الفقر حيث جاءت التعريفة الجمركية الجديدة توازياً مع انحدار المنتج المحلي إلى أخطر مستوياته إذا كانت هناك تعرفة جمركية لا بد أن يكون هناك دعم من الحكومة لمنتج العراقي على شقيه طبعاً المنتج الحكومي وكذلك المنتج للقطع الخاص ويرى مواطنون أن رفع الضريبة وفرض تعريفة جمركية جديدة هو أمر مخطط له من قبل الجهات المستفيدة من الاستيراد الخارجي ويزيد الأمور وضوحاً هو تعمد الحكومة إهمال المصانع والمنتجات المحلية المصانع عندنا معمل الزيوت عاطل معمل الجلوت عاطل يعني أكو معامل حالياً هذا واحد يجي وياي إذا تجي وك شخصي أدليك على معامل ساديها وتنتج بساديها على مودي استفاد الشخص الآخر يعني الشخص الآخر بالدولة هذا التعريفة الجديدة فجرت الشارع العراقي فانطلقت المظاهرات الرافضة لهذا القرار وطالبت بإلغائه ولكن على ما يبدو أن تجارب الاحتجاجات السابقة أثبتت للعراقيين أن مطالبهم لا يمكن لها النفاذ إلى داخل الأروقة الحكومية الصمار